اشتركوا في القناة على غرار هذا التوجه الامريكي في تقديرك الى اي مدى هذه الحزمة ذات التريليوني دولار من الممكن ان تحدث فرق طبعا هذه الحزمة هي ضرورية ضرورية لاستعادة الوعي نوعا ما بعد الضربة القاسية التي وجهها فيروس كورونا للاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي ككل هذه الحزمة ضرورية اولا لانتشال الاشخاص ومستويات الاستهلاك اجمالا حول الولايات المتحدة الامريكية حتى لا يكون هناك فعلا ارتفاعات احد في او خروج عن السيطرة بالنسبة للاقتصاد الامريكي لانه هذه الحزمة سوف تتضمن تحويلات للافراد تحويلات للشركات وكذلك دعم للانفاق الحكومي اجمالا كل هذه الاضافة الى القطاع الصحي هذه الحزمة ضرورية ومهمة لكن قد لا تكون كافية الطيب في الفترة القادمة اذا ما استمر انتشار فيروس كورونا مع تأكيد دونالد ترامب انه سوف يفتح البلاد في الشهر المقبل فتح البلاد في الشهر المقبل دون الوجود حل او يعني توقف كامل انتشار فيروس كورونا هذا من شأنه ان يسبب عرقلة كبيرة داخل الاقتصاد الامريكي ككل ويسبب عرقلة السلوك الاستهلاكي والسلوك البشري حقيقة في الولايات المتحدة الامريكية يعني دون عن اي اضطرابات ممكن ان تحدث في الفترة القادمة لانه نحن حاليا عم نشهد عملية انتظار لعلاج الفيروس لتوجهنا على فتح البلاد بعد وجود هذه الحزمة غير كافية على الاطلاق يجب ان يكون هناك تناقص ضهور لتراجع واضح في الحالات الجديدة وتوقف الانتشار وبالتالي يمكن عودة فتح الاختصاد وهذه الحزمة لن تكون كافية كما قال جيمس فولرد ممكن ان يحتاج الاختصاد الامريكي الى اكتر من 3 تريليون فقط لتعويض الاثار الموضعية او المحلية في الفترة الراهنة لانتشار بارس كورونا نعم دعنا اذا رائد نتحدث عن اوروبا وكيف تتصدى ايضا لهذا الفيروس البعض يصف ذلك بشيء من التباطئ لكننا نشهد اليوم ان الاسواق ربما تتفاعل بشكل ايجابي يعني ما امرت هذا التفاؤل يعني الى درجة كبيرة نحن نشهد في المنطقة الاوروبية امور غير مسبوقة امور سلبية بشكل كبير العودة والارتداد من القاع بعض الشيء هذا لا يعني ابدا ان هناك يعني الامل الكبير للأسف يعني لا اريد ان اكون متشائمة من شكل كبير ولكن المنطقة الاوروبية ترزح تحت العديد من الاعباء الاقتصادية في الفترة الماضية وكان يعني اخر ما تنتظره هو فيروس كورونا نحن لما نتحدث عن القطاع الخدمات الالمانية بالدرجة الكبيرة الذي تراجع بها اضافة الى باقي القطاعات الاوروبية اضافة الى انخفاض حاد في مؤشرات الانتاج والتصنيع في المنطقة الاوروبية كل هذا يضغط بشكل كبير مع استمرار ظهور الحالات الجديدة لهذا الفيروس اعتقد ان الابتداد التي نشدها هي ابتدادة صحيحية بعض الشيء ممكن ان نشدها ولكن الاقتصاد ككل يحتاج الى يعني المانيا تتحدث عن 750 مليون يورو فقط في حين الولايات المتحدة الامريكية حزمة التحفيز تفوق 2 تريليون دولار امريكي اعتقد المانيا وباقي الدول الاوروبية ليس بمقدرتها ايضا في الوقت الراهن حزم تحفيز مالية وليست نقدية كبيرة وبالتالي هذا سوف يظهر تاره على امتداد اطول في فترة الركود الاقتصادي لانه اساسا كانت تقبع بعض الدول الاوروبية في مرحلة ركود الاقتصادي بنظريته الكلاسيكية وهو ربعين متتاليين دون نمو يعني ركود اقتصادي هذه النظرية الحديثة اما النظرية الحالية فنحن عدنا حتى وطبخناها الى الفترة او الاقتصاد الكلاسيكي ركود حقيقي وبالمانس وانكماش حقيقي في القطاعات الاوروبية في الفترة القادمة وقد يمتد الى اكتر من 2021 نعم بعض الدول نجحت من خلال الاغلاق الكامل في جعل هذا الفيروس ينحسر يعني نتحدث عن الصين نتحدث عن كوريا الجنوبية لكن في المقابل العالم الاخر ربما يواجه صعوبات حتى على مستوى السكان وتقبلهم للفكرة فيما يتعلق باحتواء هذا الفيروس والبعض يرى انه لابد من ضرورة التوجه بالكامل نحو هذه المسائل الصحية اللوجستية بعيدا عن اي تفاصيل اخرى لان حتى الاغداق المالي او تريليوني دولار او غيرها اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فهي ايضا ليست كافية كما تحدثت انت قبل قليل تماما طيب هنا فعلا نقطة مهمة جدا اللي هي مستقبل الوضع الراحن الذي نشهده ماذا لو كيف يتحامل العالم مع وجود هذا الفيروس او مع انتشار هذا الفيروس اذا كان هذا هو النورمل الجديد او نيو نورمل او الوضع الطبيعي الجديد الفيروس موجود والاقتصادات اغلاقها سوف لن يؤدي الا الى وضع سلبي اكثر في الفترة القادمة هذا قد يستدعي تغير العادات الاستهلاكية لدى البشر اجمالا وبالتالي التوجهات تختلف كليا اضافة الى العادات البشرية بحداثها الخروج والتنقل وبالتالي عمليات الاستهلاك الضغط اكثر على الانلاين الضغط اكثر على عمليات النقل واللوجيسيات هذه الامور مهمة جدا ان نشهد تغيرات فيها في الفترة القادمة اذا ما كان يعني يجب ان نكون مستعدين الى حالة ان يكون فعلا هذا هو نيو نورمل لا يمكن اغلاق الانتهاء تماما من هذا الفيروس خلال مدة قصيرة وانما خلال مدة طويلة ولا يمكن ايضا اغلاق الاقتصادات اذا البحث الان او الانظار تتجه الان نحو التداولات الالكترونية الايضا في نقطة مهمة جدا الترند الجديد او الطفرات الجديدة التي قد تصدر في الفترة القادمة تماما مثل كل ازمة كان هناك بعض الشركات التي تخبو ويصدع نجم شركات جديدة بناءا على متطلبات جديدة للأسواق الان هناك طفرة جديدة في الاستهلاك قد تدفع او تسبب ظهور انماط جديدة وبالتالي شركات جديدة وسطوع نجوم لشركات جديدة ويعني ترند استهلاكي جديد في الفترة القادمة رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكوتي جروب شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة